طبعا بالنسبة لمرثة اعتقدت أن قدرة المسيح كانت محدودة في المكان والزمان ومحدودة بإرادة الله لأنه قالت له أنا أعلم أنه سيقوم ولكن أعلم كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه يعني كرجل نبي صالح أو شخصية عظيمة وأنا حبائي طبعا يعني منشوف صوت الحصرة حصرة مع عتاب بسيط يعني عتاب مش الخطير لا لو كنتها هنا يعني يا ليتك يا رب يسوع يا ليتك بكرت بقدومك بس أنا قد آمنت أنك أنت المسيح الآتي إلى العالم إيمان حي من ناحية أخرى كان إيمان محدود بقدرة المسيح في المكان والزمان ومن ناحية أخرى كان إيمان عقادي أنا أعلم أنه سيقوم لكن مش اليوم في القيامة في اليوم الأخير فكان إيمان يعني يعتبر إيمان ناقص إيمان محدود وإيمان عقائد أصولي وهذا إيمان معظمنا إحنا من آمن بالقيام ومن آمن بكتير بأمور كتابية ولكن نفتقر إلى التشغيل أو التفعيل وأنه المسيح بيتكلم بصيغة الحاضر إذ قال لها أنا هو القيامة والحياة فالقيامة هي ثمرة الحياة وهنا يعلن المسيح إعلان جليل أنا هو الحياة ويعطي وعد جليل من آمن بي ولو مات فسيحيا وبيعطي أيضا نتائج جليلة إنه لأن الله ظهر في الجسد لن يموت إلى الأبد فإذن نرى أنه هو القيامة والحياة نرى أنه إعلان جليل إعلان جديد عن أنه هو القيامة والحياة ثم نرى أنه وعد جليل أنه ابن الله سلة قدسية روحية سرية لا تدني أي علاقة أخرى إلا الآب مع الابن لأنه المسيح ظهر في الجسد ثم النتائج اللي حصلت من خلال هذه القيامة أحبائي تظهر عمل جليل وعد جليل ونتائج مذهلة جليلة ومثمرة جدا من خلال خدمة الرب يسوع المسيح ألم أقول لك إن آمنت ترين مجد الله فإذن المسيح يتمجد وطبعا ألي عازر كان يعني ميت ولكن قال أنا ذاهب لأويقظه من النوم طبعا هنا أحبائي شيء مهم جدا أنه حتى ألي عازر وهو ميت وأنتا ألي عازر لم يخرج من نفوذ محبة الرب يسوع المسيح مع أنه كان في العالم الآخر ومع كل هذا محبة المسيح اخترقت العالم الآخر ليس فقط على الأرض ولكن استمرت هذه المحبة لأن المحبة قوية كالموت أو بالأحرى المحبة أقوى من الموت يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي اشتركوا في القناة